اه بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله اه همتكلم عن ايه هي البروتوكولز اللي نستخدمها في الناتوركس او في الكمبيوتر ناتوركس وبنتعامل معاهم ديلي بيزيز هنبدأ نستعرضهم واحد واحد شوف الديفينيشنز بتاعتهم والمست سيوتيبل كيزز او اليوز كيزز بتاعتهم اه شغالة ازاي اه من البروتوكولز احنا عندنا تسع بروتوكولز من البروتوكولز اول حاجة هو اله تی تي بي واله تی تي بي ده اللي هو الفاونديشن بتاع الورلد ويبي يعني هو الاساس بتاع الانترنت او الورلد ويبي لما بقينا بقى نتصفح وكمينيكشن للويب براوزرز ونبدأ نتصفح صفحات الانترنت ونبدأ نشوف الناكس الانلاين كونتنت كان ده بيزد على اله تي تي بي فاله تي تي بي هو اختصار الهايبر تيكز ترانسفير بروتوكول اللي هو بيسهل الكممنيكيشن ما بين الويب براوزرز والسيرفرات ويبدأ أعمل انتراكت مع الويب أبليكيشنز وعمليات التصفح والأكسينج الانلاين كونتنت البروتوكول التاني هو حاجة اسمع TCB TCB نختصر لترانسميشن كونترول بروتوكول وده Connection Oriented Communication يعني ايه Connection Oriented Communication يعني الNetwork Devices يعني اي ديفايس متوصل على النتورك او على اللان بتاعتي ده بيسمون نتورك ديفايس وهو خلاص ده كده متوصل بقى نتورك ديفايس واخد النتورك جزء من الديفايس فعشان ديفايس وان يكومنيكيت مع ديفايس تو التي سي بي اي بي التي سي بي ترانسميشن كونترول بروتوكول بيقولك انا Connection Oriented Communication يعني لازم ديفايس وان وديفايس تو يعملوا Connection الاول يعملوا Establish the Connection ما بينهم وبعد كده يقدروا يعملوا Exchange للداتا فالترانسميشن كونترول بروتوكول هو بيينيبل الدياتا Exchange ما بين الNetwork Devices ده بروتوكول بيستخدم لي الدياتا Exchange وهو Realeable Protocol لانه هو Connection Oriented وRealeable معناه انه هو بيضمن الدياتا بتبقى Ordered Data Delivery البروتوكول التالت حاجة اسمها الـ SMTP وده Simple Mail Transfer Protocol ده بيستخدم او ده يعتبر الـ Backbone العمود الفقري لـ Email Communication طالما هتتعامل مع ايميلز وتبعت ايميلز او تروت ايميلز ما بين السيرفرز او الـ Email Servers او التعامل معاها هو او الـ Exchange الـ Email Servers بيتم عن طريق البروتوكول اللي اسمه SMTP اللي هو Simple Mail Transfer Protocol وده وظيفته او اليوسكيس بتاعته انه هو بيهندل الترانسميشن للـ Emails خلال الانترنت طبعاً وبيعمل Seamless Electronic Communication في خلال ان انت تقدر تبعت او تراود الـ Emails بتاعه البروتوكول الرابع هو الـ HTTPS وده Version من الـ Versions بتاعت الـ HTTP ولكن هو Secure Hyper-Tickets Transfer Protocol فالـ S اللي في الاخر دي بتستاند فور Secure فالفكرة ان انت برضو بتعمل الـ Browsing ولكن ده نوع من الـ Browsing او ده Secure Version من الـ HTTP بيإنكريبت الـ Data خلال عملية الإرسال لان الـ Data دي ممكن تبقى Sensitive Information زي مثلاً الـ Credit Card Number زي الـ User Name والـ Password كل دي Sensitive Information ما ينفعش ان هي تتشاف خلال الترانسميشن وبالتالي هو بتبدأ تعملها او تبعتها او تعمل الـ Browsing بتاعك عشان يبقى فيه Secure Transmission بيهتم خلال العملية بتاعت الترانسميشن بتاعت الـ Data وده طبعاً بيينشور طبعاً الـ Confidentity بتاعت الـ Data والـ Integrity اللي هي سلامة الـ Data وان الـ Data دي محدش يشوفها غير اللي محتاج فعلاً يشوفها اللي هو فعلاً اللي يجبوا ان هو يشوفها الـ Protocol الخامس هو الـ IP وده طبعاً من الأعمدة الأساسية للـ Networking Protocols هو الـ IP الـ IP طبعاً ده اللي مسؤول عن حاجة مهمة جداً بتتم في الـ Network اللي هي الـ Addressing ان انت بيبقى عندك كل الـ Network device بيبقى لها Address الـ Protocol ده وظيفته اللي هو ان هو بيقدر يحدد الـ Address بتاعت وبيبدأ يـ Communicate بناعاً على الـ Address ازاي هيعمل الـ messages أو يعمل الـ Proper communication across the network based على الـ Address فانت بناعاً على الـ Address انا ببدأ اوصل لك الـ Message بتاعتك على الـ Address بتاعك اللي جوه الـ Network وده مهمته في ايه؟ مهمته ان الـ Devices تتلاقى او تقدر تـ Find each other او تـ Locate او تكنكت عن طريق الـ Address اللي هو او الـ Protocol ده بيعمل لك الـ Unique IP Address اللي انت عن طريقه وتبدأ تشوف الـ Device او تلاقي الـ Device اللي انت محتاج ان انت تراوت ليه الـ Message بتاعته خلال عملية Transmission الـ Protocol Sets حاجة اسمها الـ SSH وده بيسموه Secure Shell الـ Secure Shell ده وظيفته ان هو بيعمل Secure Channel عن طريق الـ Command Line Access وبناءاً عليها تبدأ تـ Access الـ Remote Servers وبناءاً عليها تبدأ تـ Execute الـ Comments على الـ Remote Machines وتبدأ تـ Access الـ Remote Servers ده بطريقة Secure وده بيسموها Secure Shell او الـ SSH اختصار اللي بعد كده الـ Protocol السابع حاجة اسمها الـ FTP وده بيسموه File Transfer Protocol وده بيسهل عملية التـ Transfer عملية إرسال الملفات يعني خلال ما بين الـ Computers وما بين الـ Network يعني انت عندك عايز تعمل تـ Transfer من الـ Computer بتاعك للـ Server وتعمل Upload او Download للـ Files دي فهو الـ Sharing Files او الكلام ده كله فهو ده بيخليك ان انت بتاع الـ Protocol ده هو اللي بيفاسيليتات ان انت عملية التـ Transfer للـ Files ما بين الـ Computers او الـ Local Computers over the Network مع الـ Server ده الـ Protocol التـامن هو الـ UDP وده User Datagram Protocol وده Connection List Protocol ده عكس الـ DCB DCB Connection Oriented Protocol ولكن ده Connection List Protocol ده وظفته Connection List يعني انا قدر اكس تشانج الـ Data او عمل اكس تشانج الـ Data بدون ما يكون فيه Connection او عمل Establish Connection مسبقاً وده Protocol عكس الـ DCB وده مش Realable less Realable Protocol مش زي الـ DCB الـ Protocol التـاسع هو الـ Internet Message Access Protocol وده وظفته ليه الـ Email الـ Email Messages اللي بتخزينها هو بيعمل بيمانيج الـ Retrieve بتاع المساجات المتخزينه على الـ Mail Server وقدر يعمل Synchronize الـ Email Across Multiple Devices هي Connected على الـ Protocol طبعاً ده يعني ده الـ Protocol عملنا عليه مسكين سريعاً وده طبعاً هي مهمة جداً لأي حد بيتعامل مع الـ Web Digital Communication ويقدر انه هو يقدر يعمل Secure Networking Solutions لازم يبقى عارف المفاهيم او المفاهيم بتاعت الـ Networking دي Networking Protocols لازم يبقى فاهم استخدام كل واحد آآ فيه هتمنى ان شاء الله ان المحاضرة تكون مفيدة والفيديو يكون عمل شكراً جزيلاً للحضر